اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السادة المشاهدين الكرام ربي تقبل مني ومنكم الصلاة والصيام والقيام ويجعلني وإياكم من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة احنا اليوم شنواصلوا مع أسماء الله الحسنة ربي بجاه القرآن العظيم يجعلنا تحت لطف هالأسماء العظيمة اللي بإذن الله ما نخيبوش لدنيا ولا آخر واليوم بش نبدأ باسم الغفار ربي سبحانه وتعالى كما تعرفوا أنه غافر الذنب شنوه الغفار مين جاي الكلمة الغفر هو الستر يا جماعة وقت يقول لك الغفر هو في اللغة العربية هو الستر معنتها إذا كان الغفار سيغة مبالغة فعال معنتها ربي سبحانه وتعالى ينحيلك ذنوبك وما تخاف من حتى شيء عملت ارجع له برك استغفروا وربي سبحانه وتعالى وعد في كثير من المناسبات ورانا حتى ابونا لولاني آدم كيفاش ربي سبحانه وتعالى تابع ليه واغفر له ذنوبه وخليه في العلالي وبليس اللي استكبر على ربي سبحانه وتعالى وبالرغم يعرف شنو معناه عظمة ربي لكن تكبر واستهان بذلك قطري ده من رحمة الله الله لاتجعلنا كيف بليس ان شاء الله ديما مغفوري ذنب ملاء الغفار هو سبحانه وتعالى اللي يستر الذنب ويمحيه وما يفق به حتى حد ورد في الحديث الصحيح تعرفوه الناس الكل سيدنا موسى نهار من نهارات جيت مجاعة لطف كبيرة ياسر وقحت دعا ربي يا ربي يا ربي اغثنا بغيثي كالنافع يا ربي اغثنا قالوا ربي سبحانه وتعالى فيكم انسان عاصي معصية كبيرة قول لهم اجمع بنيس كل من يعرف روحوا عامل عاملة دونية يعرف روحوا يخرج علينا يخرج غادر يمشي لبلاد اخرى اكل عاصي قالوا يا ربي بينوا بين ربي يا ربي يا ربي لا تفضحني يا ربي تبتلك توبة نزوعة كانت من القلب اعطاهم ربي الخيرات السبعة وصبت الشتاء وغاثهم المولى سبحانه وتعالى بالما طروا بالخيرات الكل سيدنا موسى قالوا يا ربي غثنا وما خرج حتى حد من بنيس رأي قالوا ربي سبحانه وتعالى اكل عاصي لعصاني يرى و تهب لي شا قالوا سيدنا موسى يا ربي هل لي ان اعرفه نحب ان اعرفوا شكون قالوا يا موسى سترته يوم كان عاصيني فكيف افضحه بعد ما تاب الي بعد ما يتوب لي انا نفضحه ورسول من الرسل من اولي العزم من الرسول سيدنا موسى وما عرفوش هذا الغفار سبحانه وتعالى وهذا اللي حتى انسان ما يأيس من رحمة المولى كان الكافر الاسم العزيز الموالي للغفار هو اسم ربي سبحانه وتعالى القهار القهار هو اللي يغلب ويذل ما لا فلان يقول لك تقهر شكول يقهره فلان وهو في المجاز فلان لان البشر احكيته فارغة اما المولى سبحانه وتعالى وقت اللي يقهر 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 الانسان يذلو يفلسو يفقروا يخليه بعدك العز والدلال الناس الكل معنى تلقى نهير فيه المولى سبحانه وتعالى لذلك اسم القهار هو اسم من اسم العزة ومن صفات ربي سبحانه وتعالى صفات الجلال تتسمى صفات الجلال هي صفات المهابة لذلك الانسان وقت اللي يقول يا قهار معنتها يا ربي اجعلني تحت حماك وانتي يا مومن اقهر نفسك ذل نفسك ما تخلي هاش تعمل للمعاصي ما تخلي هاش توصلك لمواصل اللي الناس تقعد قدامهم مفضيحها اقهرها اذا كان انتي قهرتها اراك انتي تفهمت معنى القهار وقهرت نفسك ما لا ربي بشي يعزك ويرفعك لذلك ورد منه اللي يقول يا قهار المولى سبحانه وتعالى اولا يطفي عليه الغضب فما ناس برشة ناس من لشي واللي يثور كتقول يا قهار وتكثر منه بحول الله حتى كل غضب بذلك يهدأ قالوا من الحاجات الباهية فيه انه اللي واضب عليه اسم القهار خمسين مرة وقيل سبعين مرة بعد صليت الجمعة ربي سبحانه وتعالى يقهر له اعداه الكل ويخليه مرفوع القدر وعنده مهابة ما لا المولى سبحانه وتعالى هو القهار واخر قهر هو يقهر بالموت الموت كتب سبحانه وتعالى على كل نفس في هذه الحياة الدنيا أن تموت وهل الله سبحانه وتعالى البقاء من أسماء المولى سبحانه وتعالى العزيزة اللي نشوفوها بعد هالاسم اللي هو قلنا يبين صفة من صفات الجلال نشوفه بعده قد قد الوهاب شنو معنى يا جماعة الوهاب الوهاب هو اللي يعطي عطاء عظيم ولا ينقطع من جميع النعم ربي سبحانه وتعالى الهيبة متاعه في جميع الخيرات ونلقاه الأنبياء حمده ربي على هالهيبة وخاصة الذرية الصالحة شكال سيدنا إبراهيم الخليل قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ملا الحمد لله الذي وهب وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سيدنا إبراهيم كل جهاد العظيم وحبوا يحرقوه ونمرود نصر وربي وأكثر من ثمانين سنة جاب ولداته جاب سيدنا إسماعيل وجاب سيدنا إسحاق ورا حفاده راه حتى سيدنا يعقوب اللي هو حفاده ورا معنتها معنتها المولى سبحانه وتعالى يقول لك راني كيف نهب للإنسان راني نمدلك في حياتك تعيش المياه والمياه وعشرين وصحيح الطنطن ونعطيك الخيرات الكل ويعطيك الرزق ولذلك قالوا اللي يكثر من اسم الوهاب خاصة حتى سبع مرات بعد صليت الظحاء يرى من الخيرات ويرى من الغناء ويرى من الصحة ويرى من العافية ويرى من فوفور العقل قالوا حتى الإنسان اللي عنده نسوة كبيرة ياسر يكثر من اسم الرحمن والوهاب هذا ما الزوز يفيد ياسر الذاكرة وللحديث العظيم بقية ونسأل الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم أن يتقبل صومنا اللهم يارض تقبل صيامنا اللهم فرج كروبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اجعلنا من الآمنين في ذلك اليوم العظيم اللهم اجعلنا من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة اللهم بجاه القرآن العظيم فرج كرب فلسطين يا ربي لا تمتنا حتى نصلي في القدس وقد طهرت اللهم يا كريم هذا الدعاء فلا تردنا خائبين أصلح لنا الذرية بحرمة خير البري اللهم افتح في وجوههم أبواب الخير نجحهم في أعمالهم وفي ما يصبون إليه يا ربي بجاه القرآن العظيم لا تخرج من أصلابنا شقياً ولا محرومة أجعل كل ما خرج منا يعبدك إلى يوم القيامة واحفظ بلادنا واحفظ بلادنا واحفظ تونس يا ربي وسائر البلدان الإسلامية آمين 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 بجاه خير البري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة